كل شركة من شركات الهاردوير الكتير اللي حوالينا بتحاول على قد ما تقدر انها في كل مرة تقدم منتج معين تحاول به انها تحافظ على شوية حاجات اولهم الاداء تانيهم الشكل تالتهم الكفاة ورابعهم السعر ورابع واحدة دي الحقيقة بتتحدد على مدى احترافية التلاتة الاولانية ليه بقى بتعمل الشركات كده في حين انها ممكن تقدم شيء تقليدي والناس من الاخرها تشتريه مدام عندها ثقة في المنتج ده او ثقة في البراند نفسه الحقيقة ان الموضوع ده بيكون نابع من عقيدة شركة معينة وايمانها انها تقود مش تقاب خد عندك مثلا مجال زي مجال الجيمينج لابتوب اهو المجال ده واحد من المجالات اللي ممكن يستفيد باي نوع من انواع الابداع في التصميم والكفاءة والشكل والوزن والابعاد كل حاجة الحقيقة لكن لو متابعنا كنت اعرفت اننا عملنا حلقة اسمها اشتري بي سي ولا لابتوب اللي هيظهرها لك اخونا عمار من الاي اللي هتطلع لك هنا في الحلقة دي اتناقشنا او انا اتناقشت معكم في مقارنة بين البي سي واللابتوب من حيث المميزات والعيوب واني اكتشفنا ان البي سي مفهوش الحمد لله اي عيوب بغض النظر طبعا عن نقطة التنقل بي لان فكرة انك تتحرك بي بي سي من مكان لمكان ده متطلب منك مجهود وناس كتير فتوصلنا ان بدل ما تروح لصاحبك هو يجيلك لكن اللابتوب بيحل المشكلة من يروح عن ديمين لان في كل الاحوال انت هتشيل حاجة واحدة بس او تلاتة اللابتوب والشاحن واحيانا الموس لو انت مش محب للتطشبات زيه وعشان فكرة التنقل دي تكون سهلة تم التطحية في اللابتوب بمواصفات القطع الاساسية وكان اهمهم الجي بيو والسي بيو وتقليل المواصفات كان عشان يقل استهلاك الطاقة بالتالي يقل الانبعاث الحراري من المكونات الاساسية لكن مقابل ده اتخلق لنا سقب اسود يفرق ما بين اداء البي سي واداء اللابتوب لكن الوابع كالعادة ما بيفضلش على نفس الحال انفيديا تنزل بمعمارية باسكال وتقدم معنى جديد للجيمينج لابتوب كروت باسكال في الجيمينج لابتوب كان فيها كل حاجة موجودة في كروتي البي سي من تقنيات وتحديثات فبقى الدرايفر اللي بيشغل الكارت ده هو هو نفس الدرايفر اللي بيشغل الكارت ده وده في الحقيقة ما كانش كافي بالنسبة لانفيديا لانها في كامبيوتاكس 2017 انفيديا اعلنت عن تصميم جديد لكروت باسكال باسم ماكسي كيو بعيدا بقى عن آلية عمل التقني دي او التصميم ده ايه هو بالزبط خلينا نرجع لأيام المؤتمر في المؤتمر المدير التنفيذي لانفيديا جينسون هونج مراحش جاب اي لابتوب بالسلام هو جاب لابتوب بعينه الاسوس زيفرس وكان بيلخص اللاب ده في جملة واحدة ان اللابتوب ده فيه كل اللي انت محتاجه من وزن ابعاد وكفاءة واداء يعدي سنة ونص على المؤتمر ويعلن المدير التنفيذي لانفيديا مرة تانية عن كروت الارتي اكس لللابات بالتصميم التقليدي وبتصميم ماكسي كيو فاحنا النهاردة زي ما ععدناكم في حلقة فاتت اننا هيكون لنا تجربة مفصلة مع واحد من لابات ماكسي كيو واحنا في حلقتنا معاناش اي لاب احنا معانا واحد من افضل اللابات ده ان لم يكن الافضل على الساحة من حيث كل حاجة مواصفات مميزات شكل وابعاد وهو الاسوس ر او جي زيفرس بنكهة جيل تيورينج من انفيديا الفئة دي من اسوس من اول ما نزلت ويواخدت تقييمات غير عادية سواء من مراجعين او حتى من مستخدمين وده مش عشان هي اسوس ر او جي لو حد ليه تجربة مع اي منتجات من منتجات ر او جي هيعرف بس ان الاسم الواحده كفاية لكن التقييمات دي كانت بناء على التصميم من حيث الشكل والمميزات والمواصفات التقنية اللي اسوس بتستخدمها اسوس بتدعي ان اللاب ده هو اثر على اللابات اللي موجودة لما هتكرنه بنفس اللابات اللي بتيجي بنفس المواصفات فعشان بقى نقول ان الادعاء ده صح ولا غلط خلينا نبدأ بالمواصفات التقنية اللي هتتقسم لشاشة ورامات وطبعا كارت الشاشة اللاب ده من اسوس متاح في عدد 3 نسخ بيتفقوا في كل حاجة واللي اختلافات بتكون في كارت الشاشة النسخ بتبدأ فيه من الارتي اكس الفين ستين الارتي اكس الفين سبعين وحتى الارتي اكس الفين تمانين وبيختلفوا في المساحة الداخلية وحجم الرامات اللي ممكن توصل ل24 جيجا مش 32 جيجا على عكس المتعارف عليه في اي لابتوب النسخة اللي معنا هي النسخة الاعلى باسم جي اكس سبعمية واحد جي اكس تاني جاية ببروستسور انتل كور اي سيفن تمانية سبعمية وخمسين اتش بروستسور السوداسي النواة 12 سرد بشتغل على تردد اتنين واثنين على البيز وبيوصل لتردد اربعة واحد على الماكس تيربو الجميل في الموضوع ان اسوس اتفقت مع انتل ان هتقدم لها النسخة محسنة من البروستسور بحيث ان البروستسور مش بس مناسب للالعاب على 1080 بي اللي بالمناسبة الريزولوشن بتاع الشاشة في اللابتوب ده ودي هنتكلم عنها بعدين بالتفصيل لا ده البروستسور في الست انوية بيقدر يوصل لتردد اربعة واحد جيجا هيرتز الكلام ده ملوش غير معنى واحد وهو ان اسوس عاوزة تخلي لابات زيفروس ليها الطابع خاص في اداء برامج المالتي تاسكينج وتقلل على قد ما تقدر فرق الاداء بين الثمانية سبعمية وخمسين اتش وبين الثمانية سبعمية كين وده اللي حصل النتائج اللي خرجت من تجربتي للالتوب على برامج بتحاكي قلية عمل برامج زي الثري دي اس ماكس اتضح ان فرق الاداء بين بروسيسور انتل في الزيفروس اس اقل من الثمانية سبعمية كين بنسبة تقدر بس بالتمنتاشر في المية لو فاكر ان لما قرنت بين البروسيسور الثمانية سبعمية كين والثمانية سبعمية وخمسين اتش في لابتوب زي النايترو فايف او الهيليوس بريدوتور تلتمية من اصر فرق الاداء كان بس تلاتة واربعين في المية فدي اول نقطة تحسب لايسوس وعلاقتها القوية بشركات الهاردوير طبعا حجم الرام ليه عامل بس مش عامل كبير قوي لان النسخة دي جاية برامات بحجم 24 جيجا بايت سنجل وما فيش فرصة انك تعمل اعلى من كده ويمكن السبب اللي خلى اسوس تعمل الحركة دي انها عاوزة تحافظ على سومك اللاب في مستوى معين وضيفة على كده ان اسوس عشان تحافظ اكتر على سومك اللابتوب باستخدمة اس اس دي امدتوب بمساحة واحد تيرابايت واحد بس من سامسونج بيقدم سرعة قرية توصل ل3413 ميجا بايت وسرعة كتابة توصل ل2345 ميجا بايت في الثانية الوحدة كل السرعة دي مع درجة حرارة للاس اس دي لا تتعدى الواحد وستين درجة يعني كاس اس دي انت مش هتشتكي من اي ثروتلينج خالص كلابتوب جيمينج في المقام الاول والاخير لازم نتكلم عن الشاشة اللي غالبا فيها كل حاجة تتمنها وتتوقعها الشاشة حجمها 17 بوصة ودزاين اللابتوب كله بابعات 15 بوصة وده لان نسبة استحواز الشاشة من هيكل اللابتوب هي 81% الشاشة بتيجي بريزولوشن 1080p من نوع IPS وزمان استجابة 3 ميلي ساكند بتشتغل على تردد او ريفريش ريت 144 هرتز وفيها كمان جي سينك باي دي فول في نسبة استحواز الشاشة من الهايكل كويسة جدا على كل المواصفات دي اللي اي جيمر بيدور عليها سواء كان تريبل اي جيمر ودي المفترض انها الفئة اللي بتتارجد بها اسوس لاب زي الزيفروس اس او الإي سبورت جيمر يمكن مش البانال الاسرع لكن مواصفاتها في الجيمينج بصورة عامة ممتازة بس تسيبك من ده كله الشاشة مهمة لكن اللي اشغل الشاشة هو الاهم اي نعم انت عن طريق الشاشة هتحدد اداء جهازك في الالعاب لكن كارت الشاشة هو اهم قطعة في اي لابتوب جيمينج من العيار تي النسخة اللي معنا بتكمل مسيرة انها احلى نسخة من الزيفروس اس لانها جاية بالارتي اكس 2080 بتصميم ماكسكيوك سريعا كده فكرة التصميم ده من انفيديا اعتمادها على ما يسمى بالبيك افشنسي الفكرة ان انفيديا بتحول بالتصميم ده انها تحل مشاكل اللابتوب الازالية درجة الحرارة العالية صوت المراوح العالي الوزن التقيل والحجم الكبير والاداء بمعنى ان التصميم مش هيديك زيادة في الاداء قد ما هيوظف اداء الكارت صح عن طريق البيك افشنسي البيك افشنسي بتمثل اعلى قيمة او اعلى نقطة في الاداء لكارت الشاشة وحتى في الحسبان اقل استهلاك طاقة اقل درجة حرارة واقل معدل دوران للمراوح وده السبب اللي كان بخليني وانا بجرب اللابتوب بلاقي التغيرات في درجة الحرارة كل ما كان المشهد سهل على الكارت ان يتعامل معاها او ان المؤسرات فيه مش كتير بالتالي صوت المراوح كان كمان بيختلف لان الكارت هنا مش هيبزل المجهود اللي يخلي الكارت والمروح تشتغل بأعلى طاقة لهم ده ببساطة الماكسي كيو وخلي بالك ان كروت الماكسي كيو ما هياش نفس فكرة الرمز ام في الكروت القديمة زي ما بعض الناس افتكرت اول مرة ظهر فيها المسمدة لانك لو بصيت مثلا على مواصفات كارت الارتي اكس في البي سي وصال الارتي اكس الالفين تمانين في اللابتوب هتلاقي ان عدد الكودا كورز واحد لكن التردد طبعا اقل وعدد انوية الريت ريسنج كمان اقل في الريت ريسنج على حسب مواصفات انفيديا يوازي اداء انوية الارتي اكس الفين سبعين وده طبعا بالتقريب وعلى حسب اللي مكتوب واسباب التقليل ده عشان مستوى استهلاك الطاقة ما يزدش عن مستوى معين فيرفع من درجة الحرارة وده طبعا اللي هنشوفه بعدين الكارت زي كل كروت الارتي اكس الفين تمانين بيجي برامات بحجم 8 جيجا بايت من نوع جي دي دي اار سكس لو اخدنا نتائج اللابتوب في الالعاب او معنا اضق اداء كارت الشاشة وقارنناه مع الكارت الفاوندرز ادشن من انفيديا على الاقل لان النسخ الافتر ماركت هتكون اسرع بالتالي انا هظلم كارت اللابتوب في المقارنة المهم اننا هنلاقي ان فيه فرق اداء بينه بين كارت البي سي يقدر ب25% على المحتوى طبعا من غير الريت ريسنج اي نعم الفرق كبير وده طبعا متوقع جدا بس كل الالعاب بليابول بدون اي مشكلة وعلى اعلى اعدادات ممكنة لها حتى وان كان اقل من 60 فريم وده اللي كان في لعبة واحدة وهي اساسنز كريد اوديسي فالجي سينك ما خلنيش احس باي نوع من انواع اللي ستاترينج بالعكس اللعبة كانت ثالثة جدا وده طبعا اللي بنفترض انك تتوقعه من تواجد الجي سينك في كل لابات المكسيكيون او معظمهم على الاقل بما ان الكارت معتمد على معمارية تيوريج ومنتمي لعائلة كروت الارتي اكس فيه الارتي كورز والتنسور كورز فانا هجرب التايتلز الرسمية حتى الان اللي فيها ريت ريسنج وديب لرنج سوبر سامبليج وهم حتى الان ثلاثة العاب الاداء لحد كبير ممتاز قادر العب اللعبة بدون اي مشكلة لان في لعبتين الكارت محاقة متوسط فريمات فوق الستين فريم وفي لعبة واحدة فيهم هي مترو اكسدوس الكارت محاقة فريمات اقل من الستين فريم بس لازال لمسة الجي سينك في اداء الشاشة مقدمة السلاسة المطلوبة منها في الحقيقة الاداء ما بهرنيش قوي كده كده انا كنت متأكد ان فيه فرق اداء بناء على المواصفات في كروتي البي سي وكروتي اللابتوب بس اداء البروسيسور الحقيقة اللي ابهرني جدا بس ده ما يمنعش ان التجربة نفسها على جهازة تقدر تتحرك بيه ممتازة جدا مفيش اي حاجة تعبها الا حاجة واحدة هي درجة الحرارة ودي اهم نقطة هتفصل بين كون اللابتوب ده بتصميم بتاعه يستحق ولا لا بس قبل ما نروح لنقطة درجة الحرارة خليني اماهد لك الطريق للي من المفترض انك تتوقعه من نسخة زي الزيفروس اس الجهاز ده زي ما قلت جايب شاشة بحجم 17 بوصة بابعاد لابتوب ب15 بوصة بسبب ان الشاشة استحوزت على نسبة 81% من هيكل الجهاز وده يمكن السبب اللي مخلي ظهر الشاشة من المعدن عشان يضيف نوع من المتانة للهيكل كله مع تواجد لوجو رو جي بينور باللون الاحمر بس ارتفاع اللابتوب ده من الهيكل مع الشاشة بيوصل لـ 18.7 من 10 مليمتر او 1.8 من 10 سنتي وده رقم كويس جدا ده مش كويس بس ده ممتاز جدا مع لابتوب بالامكانيات دي هيكل اللابتوب معمول من البلاستيك وعلى الاطراف ريم من النحاس عشان يوفر نوع من انواع الباسف كولنج الجسم اللابتوب ككل وعلى عكس اي لابتوب بتقليدي دايرة التبريد فيه في غاية الاحترافية وخلينا اقول لك ليه اللابتوب ده بالمناسبة الكيبورد فيه بينور RGB وبيقدر يسنك مع باقي البريفرالز من اسوس اللي بتدعم نظام الاضاءة اورا سنك وهو ولوجو رو جي اللي موجود تحت الشاشة ومش هي دي الحقيقة الاحترافية لكن السبب اللي يخلي اسوس انها تنزل بالكيبورد كده تحت خالص وما تخلوهش مناسب لو تحطه على رجلك في الاستخدام زي اي لابتوب بتقليدي في الدنيا هو التبريد الفكرة ان اسوس تحط الكيبورد والتاتش بات في المكان ده هو انها تسمح بتضفق اكبر للهوا عن طريق الجزء العلوي عند لوجو رو جي ويخرج الهوا السخن من عدد اربع اماكن بالتالي نسبة الهوا اللي دخلة كبيرة ونسبة الهوا اللي خارج سخن كبيرة برضو ده عادي وده وارد طبعا تلاقيه في اي لابتوب من نفس الفئة السعرية لكن اللي مش طبيع واللي مش هتلاقيها في اي لابتوب ويمكن ده السبب اللي مخليه واحد من احسن اللابات الجيمينج اللي موجودة حاليا هو الاس او الاكتف ايرو دايناميك سيستم كلنا غالبا بنعمل الحركة دي بنجيب لابتوب ونجيب حاجة اسمها كولينج بات فيها مراوح عشان تساعد في انها تدخل اكبر كمية هوا للابتوب او انها تحرك الهوا المحبي ده بجانب انها بترفع اللابتوب عن السطح اللي محطوط عليه عشان ما تعملش تكدس لدرجة الحرارة بالتالي يرفع من درجة حرارة اللابتوب الفكرة بقى ان كان الموضوع ده مجدي ولا لا ايسوس فكرت في نفس الكنسبت بس بطريقة مختلفة واشيك الحقيقة يعني انت مجرد ما بتفتح شاشة اللابتوب بيفتح من تحت باب خلفي بيدور ارج بي بالمناسبة وبيسنك مع الكيبورد بس مش هي دي القضية القضية انها بتكون انتج بانيل زيادة او مكان تاني يدخل منه الهوا مع الجزء العلوي اللي استبدله بيه الكيبورد والليلة دي كلها متودناش الا لحاجة واحدة بس وهي درجة الحرارة البروسيسور في المالتي تاسكنج كانت درجة حرارته 76 درجة مع الالعاب درجة حرارته كانت 75 درجة وكارت الشاشة المفاجأة الكبيرة مع اعلى اعدادات الالعاب وتفعيل كل الانوية درجة الحرارة كانت 62 درجة ودي درجة حرارة ممتازة جدا الفضل كله مش يتنسب لتصميم ماكسيكيون قد ما كمان يتنسب لجودة التبريد بتاعة اسوس في لاب زي الزيفروس اس من الاخر كده التصميم اللي عملية اسوس ده خليته يعمل مصار معين يمشي فيه الهوا بشكل منتظم وباكبر كمية ممكنة عشان توصل درجة الحرارة للاركام اللي انت شايفها قدامك 62 درجة لكارت الشاشة في الالعاب و 76 درجة لبروسيسور بستة انوية و 12 سرد وكمان نسخة محسنة عن النسخ التقلودية في المالتي تاسكنج كل ده ومفيش اي زيادة في الحجم ولا الوزن ولا حتى تأثير في الاداء بالعكس الاداء كان اعلى من اللبات اللي فيها نفس البروسيسور وكل حاجة حرفيا في اللابتوب ده محسوبة بالمالية ولا في اي حاجة مضحين بيها حتى التراكباد اللي موجودة جنب اللابتوب وتقدر تشتغل بيها كماوس او تحولها لننباد الحقيقة ان تم التضحية بحاجة واحدة بس وهي قد تبدو للبعض انها تفهى شوية بس هي لازم تتقال وهو الاثرنت حتى ان اسوس مش ضايفة مع المجتملات ادابتور يو اس بي مثلا يحولوا من يو اس بي لان ار جي فورتي فايف ما عندك لو بصيت عليه هتلاقي ان فيه كل البورتس اللي انت محتاجها تلاقي مثلا عندك في اللابتوب اتش دي ام اي 2.0 اتنين يو اس بي طايب اي 3.1 واحد يو اس بي طايب اي 3.1 جين 2 اتنين يو اس بي طايب سي 3.1 جين 2 واحد فيهم اللي هيكون جنب الاتش دي ام اي تقدر تشغله ازا دي سبلي بورت 1.4 وتقدر تشغل اللابتوب عن طريقه باوربنك اي نعمل باوربنك زي الاثرنت كونفيرتور هتضطر تشتريه بس من ضمنه مشتملاته ان معاه موز جلاديوس 2 وده موز ممتاز جدا من حيث الاستخدام والتصميم والشكل وراحة الايد وفيه كمان ار جي بي لغير كمان ان جاي معاه شنطة اي نعم هي مش بتنور بس الشنطة كويسة جدا وفعلا يستهل ان انا اعمل عليها حلقة لوحدها واخيرا كاميرا خارجية بتتوصل عن طريق اليو اس بي 1080p 60fps ده لو كنتم مستغرب طول الحلقة هي الكاميرا كانت فين طول الوقت من كل المواصفات دي جودة الكاميرا مناسبة جدا لو هتعمل ستريمينج ما هياش طبعا الافضل لكنها مناسبة جدا ده طبعا بغض النظر عن اداء البروسيسور الممتاز في المالتي تاسكنج زي طبعا ما شفنا في النتائج ضيف على كده انكودر انبيديا اللي موجود في كل كروت تيورينج اللي هيساعدك جدا في الستريمينج مع منصة زي OBS وهيرفعلك من اداء الجهاز في الانكودنج فهتقدر تعمل استريمينج من على جهاز واحد بدون ما تفقد اي شيء من جودة العرض في الالعاب اللي عاوز اقوله ان الزيفروس اس من الالف لليه لابتوب جيمينج زي ما بيقول الكتاب فيه كل حاجة انت عاوزها مواصفات اداء مميزات ابداع وزن ابعاد متوازن بشكل رهيب جدا اكتر من التوازن اللي سانوس عاوز يعمله في الحقيقة اللابتوب فيه كل حاجة فما كانش غريب جدا ان المدير التنفيذي الانفيديا يختار اللابتوب ده بعينه عشان يعلن عن ولادة المكسيكيون كتصميم جديد للابات الجيمينج فاللاب يستحق كل حاجة ممكن تتقال عليه من ضمنهم انه احسن لابتوب في الكون لكن كل ده ممكن يتحطم عند عتبة السعر سعر اللاب ده لا قلبي ولا كليتي ولا حياتي كلها الحقيقة مطوعاني اقوله بس لازم يتقال اللاب ده سعره هو 14000 درهم اماراتي خلاص قفلت كده انت مش محتاج بقى تحول لها حاجة تاني خالص واعتقد كده ان جي الوقت ان انت تشاركنا احزانك ومواصفات جهازك او لابتوبك تحت في التعليقات ولايك لو حلقتنا عجبتها بعيدا طمعا عن السعر وسبسكرايب لقناة عرب هاردوير عشان يجيلك حلقات كتير جاية يجيلك بها طبعا النوتيفيكيشن واشوفكم في الحلقة الجاية اشتركوا في القناة